موسيقى السلام عليكم وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو السادس من سلسلة شرح Power Pivot لسه بنتكلم على Dex Time Intelligence Functions او دوال الوقت الزكية وده الجزء التاني المرة فهت في الجزء الاول من الموضوع ده اتكلمنا على دالة اسمها Same Period Last Year وشوفنا ازاي ممكن استخدمها عشان احسب التغير من سنة الى اخرى النهاردة هتكلم على دالة تانية اسمها Date Add بنستخدمها عشان نحرك الوقت للامام او للخلف وفق فاصل معين يمكن شكل الكلام كبير شوية لكن لما نتكلم على المثال العملي هتحس ادي الموضوع بسيط بعد كده هنشوف ازاي ممكن نكتب تعليق داخل نافذة Power Pivot وزاي ممكن نستخدم ده عشان نقسم المجلس بتاعتنا ونرتب Power Pivot Window عشان لما نحتاج نرجع لها تاني ونقرر المعادلات بتاعتنا او المجلس بتاعتنا ما يحصلش لنا اي لخبطة بعد كده هنشوف ثلاثة استخدامات للفنكشن اسمها Date Add هنشوف ممكن ازاي نحسب عن طريقها التغير الربع سنوي هنشوف زي ممكن نعمل التغير الشهري وهنشوف كمان زي ممكن نعمل التغير الاسبوعي التغير من اسبوع الى اسبوع وبعد كده هنستخدم اداة التايم لاين مع Pivot Table عشان نقدر نعمل ريبورت ظريف على كل المجلس اللي هنعملها باستخدام الدالة اللي اسمها Date Add نفس المثال العملي اللي اشتغلنا عليه في فيديو PP05 اللي كان بيتكلم برضو على معادلات الداكس الزكية للوقت او الداكس Time Intelligence Functions وشوفنا مع بعض معادلة Same Period Last Year واستخدمناها عشان نعمل التغير من سنة الى اخرى وشوفنا القصة دي على مستوى الشهور في الجدول ده على مستوى الكاتيجوري في الجدول ده وهنا على مستوى الريجين وهنا على مستوى الشانل وعملنا Conditional Formatting مع بعض وشوفنا زي ممكن نعمل Slicer عشان نقلب مع بعض بين السنين المطلوب بها دلوقتي افهم ازاي بتشتغل Date Add واستخدمها عشان ارجع Quarter over Quarter و Month over Month او تغير من شهر الى شهر وكمان تغير week over week او من اسبوع الى اسبوع ولكن قبل ما اعملت كده تعال نروح بسرعة على PowerPayBot Window عشان نشوف ال Data Model اللي كنا شغلين عليه كان شكله عامل ازاي دي ال Star Schema بتاعتنا لو انت فاكر زي ما شرحنا في الفيديو PP02 موجود في النص جدول المعاملات All Sales موجود فيه كل الترانزاكشنز حوالي 4 سنين من اول 2016 لحد 2019 وعملنا في اخره حبة Measures اهو لو بسيت هنا هتلاقي الف اكس دي معناهنا دي Measures حسابنا Revenue Revenue Last Tier باستخدام Same Period Last Tier وحسابنا التغير من سنة الى سنة Absolute وكمان نسبة وحواليه زي ما انت شايف دي جداول البحث بس عندنا اربع جداول اهم واحد البروكت في اسم المنتج والكاتيجوري كمان فيه البرايس كمان هتلاقي الكالندر موجود فيها ال Dates ودي قولنا ازاي بتتعامل في الفيديو PP04 وشرحنا يعني اين كالندر تابل واهميته وازاي ممكن ننشأه داخل الموضل بشكل تلقاية او بشكل اوتوماتيكي كمان عندي 2 Tables واحد اسمه Region واحد اسمه Channel الهدف منه هنجيب اسامي ال Region و Channel لان ال All Sales ما فيهوش غير اكواد ال Region و Channel بس طيب ده كده مختصر الدات الموضل اللي احنا شغالين عليه والمجز اللي عملناها مع بعض تعالي نشوف بقى ايه حكاية ال Date Add تعالي نرجع تاني على الاكسل بتاعنا هتلاقي تاب اسمها Date Add لو روحت لها ده كده تمثيل بسيط اللي انا محتاج اعمله عن طريق Date Add افطرد انا محتاج احسب التغير اليومي عايشوف كل يوم حصل تغير قد ايه عن اليوم اللي قبله يبقى انا محتاج له ان انا لو عندي دي المبيعات اليومية اجيب نسخة من المبيعات اليومية دي احطها جنبه في عمود جنبه بس مرحلة يوم يعني بدل ما ااخد الكابي ده واعمله paste هنا جنبه بالزبط لا حنزل تحت خطوة واعمل paste هنا فبالتالي حب عندي كل يوم مترحل عن اليوم اللي قبله بعد كده ممكن ايجي مثلا في column F وارجع اطرح مثلا اليوم ماينس اليوم اللي قبله فاعرف التغير قد ايه وممكن بعد كده اقسم التغير ده على اليوم السابق واشوف نسبة التغير طلعت معايا كم في المية وهكذا وده مفهود اعمله بالزبط جوا ال data model باستخدام معادلة date add وكنت عملتوا المرة اللي فاتت ولكن عن طريق same period last year لكن انا ما عنديش حاجة اسمها same period last day معنش اسمها same period last quarter هي بس كان اسمها same period last year بترجع سنة كاملة لكن عشان ارجع يوم او شهر او اسبوع او quarter محتاج استخدم معادلة date add تعال بقى نروح على data model ونشوف ازاي ممكن نعمل كده مع بعض طبعا عشان اعمل measures افضل اروح على data view واروح على all sales اللي كان فيها كل المعادلات بتاعتي قبل كده ومتاعها نكتب مع بعض معادلة جديدة كان عندي اربعة measures revenue revenue last year والتغير ما بين السنة الفاتت والسنة دي وكمان نسبة التغير فتاعها نحسب مع بعض measures جديد هروح على formula bar وحبدأ اكتب اول حاجة اسم المجر زي ما اتفقنا فحسميه revenue وبعد كده yd اختصار اليستردي وبعد كده نقطتين معناها اسم المجر خلص واقوال يعني يلا نبدأ نكتب المجر مع بعض وعلشان ادي data model function ممكن تأثر على external filter اللي جاي من ال pivot table باستخدم معادلة اسمها معادلة calculate زي ما شفناها مع بعض في الفيديو اللي فات pp05 فحستخدم برضو معادلة calculate عشان اقول للم data model لو سمحت ما تستخدمش ال external filter واستخدم الفلتر اللي انا هديهولك ودي الطريقة اللي عن طريقها هخلي date يتغير رغم انا في حكون في ال pivot table مختار تاريخ معين ولكن مبلغ هيكون يخص تاريخ تاني اللي هو اليوم السابق فحبدأ اكتب معادلة calculate CAL اول اختيار calculate متعلم عليها باللازرق لو دست tab هيكتبها لي محتاج expression قولنا expression ده يعني معادلة ممكن تبقى اطرح حاجتين من بعض ممكن تكون measure ممكن تكون function أنا عندي معادلة او عندي measure محسوب اللي هو revenue فممكن استخدمه على طول هنا عشان اجيب measure موجود ممكن استخدم على طول square bracket هيديني listة بكل الميجرز اول واحد كان revenue متعلم عليه باللازرق ممكن ادوس tab وبعد كده comma ويطالب مني بعد كده filter للحاجة التانية زي ما انت شايف Calculate محتاجة اول حاجة expression اديته revenue وبعد كده محتاج مني filter الفلتر زي ما اعملنا المرة اللي فاتت استخدمنا same period last year as filter جوة calculate المرة دي هستخدم معادلة date add فحكتب date وبعدين ad ادي الاختيار اهو بالازرق هعمل tab وابدأ اكتب الفونكشن بتاعة date add وتعال نشوف محتاج مني ايه اول حاجة محتاج dates وزي ما اتفاني طالما قالك dates يبقى انا على طول لازم اروح على ال calendar table لان هي دي فيها ال dates المتصلة لو ديته dates غير متصلة مش هيقدر يعمل معايا اي حاجة مش هستفيد خالص بامكانيات ال time intelligence functions يبقى لازم اروح على طول على ال calendar فحبدي اكتب calendar فوداني هاو على table ال calendar وودي الاختيارات add table على بعض ولأ انا عايز date عايز العمود بتاعة date خد بالك ما ينفعش ل month ولا month number ولا quarter لازم اختار العمود بتاعة date جوة ال time intelligence functions فحاختار على طول date وبعد كده حيقول لي انا عايز number of intervals intervals دي يعني انت عايز ترجع كام خطوة عايز ترجع خطوة لقدام عايز خطوة لورا عايز خطوة خطوتين عايز تات خطوات هنا بحدد محتاج اطلع لقدام او وراء قدام او وراء دي عن طريق ان انا اعمل minus او plus لو قلت له minus يعني عايز ارجع للخلف عايز ارجع في الزمن الماضي لو قلت له plus يعني عايز اروح لقدام لكن انا طبعا اكيد عايز ارجع يوم لورا فحقول له minus طيب minus اد ايه انا عايز ارجع وحدة وحدة interval يعني كام وحدة عايز ارجع كام وحدة لورا فعايز ارجع وحدة وحدة لورا one interval وبعد كده كما طب حالك ايه الانترفل دي الوحدة بتاعتك اللي عايز ترجعها دي نعرفها ازاي دي يوم ولا شهر ولا سنة ولا اسبوع في حالتنا دي عايز ارجع واحد يوم لورا طيب هنا لو كتبت له كلمة day تعال كده اكتب day هلاقي تحت خالص في الاختيارات هتلاقي حاجة جنبها خطوط كده ده معناها ايه دي معناها value دي يقدر المعادلة يتفهمها فلو اخترت day عملت علي double click هكتب لي حتى كلمة day بالاخضر زي محرك شايف كده فمعنا كده دي value المعادلة دي فهماها فكده كإني بقوله لو سمحت انا عايز ارجع خطوة الورا والخطوة دي مقدرها او حجمها حجم يوم واحد ممكن اقفل القوس بتاع معادلة date add وكمان اقفل القوس بتاع معادلة calculate انها هستخدمها عشان اغير الفلتر اللي جاي من pivot table بدل ما بص على يوم معين عايز يبص على يوم آخر فحستخدم معادلة calculate طلبة مني ايه طلبة مني expression expression حديوله هو عبارة عن revenue فبقوله لو سمحت اعمل evaluation للrevenue ولكن وانت بتعمل evaluation لو سمحت اخد في اعتبارك الفلتر اللي حديولك اللي هو عبارة معادلة date add والفلتر ده بيستخدم table اسمه calendar وبيرجعني one interval لورا خطوة وحيدة الى الخلف والخطوة دي مقدارها واحد يوم انا كده جاهز ممكن ادوس enter تمام ادي كده المجر بتاعت حسب ممكن اروح بقى على number formatting منطقة number formatting دي واختار برضو english united states نعمل zero decimal places ومتعالا نروح بقى على ال excel ونجرب مع بعض المجر ده اعمل ازاي ممكن وانا في نفس الويندو هنا ادوس على pivot table هيفتح لي الويندو بتاعة create pivot table هاختار existing work sheet وممكن اختار مثلا هنا j3 واقول له ok وادوس على ok تاني وقادي ال pivot table اللي هو عملهولي ممكن اديره اسم بسرعة من pivot table analyze وتعالى نختار مع بعض الفيلز من all sales هروح اختار revenue احطه في values وهاختار revenue yesterday احطه برضو في values وبعد كده اروح على calendar بلاش ديت هيركي دلوقتي تعالى نختار الايام هاختار ال date وحطه في ال rose جاب لي كل ال dates اللي في الحياة طبعا 4 سنين كتير تعالى ممكن من الفيلتر unselect all وبعدين اختار بس اول 8 ايام تعالى بقى كده نقارن نفس النتيجة بالزبط ادي اول يوم 18 واده اليوم الثاني 18700 جنبين نتيجة اليوم اللي قبله 18800 وهكذا يبقى قدرت تستخدم date add عشان ارجع خطوة الورى وحط ال revenue بتاع اليوم اللي قبله جنب اليوم الجديد وده باختصار اللي بتعمله الفونجشن اللي اسمها date add تعالى نرجع تاني على power pivot window وعلى data view تعالى نبص المعادات الموجودة او المجرز الموجودة في all sales زي ما انت شايف عندي الوقتي 5 4 عملتون مرور الفاتت واحدة النهاردة فيه كمان حوالي 9 معادات هعملهم وحنا ماشيين مع بعض خد بالك هتفضل تنزل لتحت الموضوع سيبقى كبير بعد شوية هتحاول ترجع تفتكر انت كنت عامل ايه او حد من زميلك هيروح على الموضل ده ويحاول افهم انت عملت ايه الموضل هكون صعب جدا فمن ضمن الحاجات الظريفة ان انا ممكن اكتب نوت او اكتب تعليق او comment جنب الحاجة بتاعتي فقدر انظم الدنيا شوية تعال ممكن ان نقف هنا و عن طريق الخط ده ممكن نرفعه الفوق فنكبر الحيطة الموضل ونحاول نشوف لو كتبنا حاجة جنب revenue last year ونسميها revenue نكتب على طول بقدينا revenue last year هكتبها بس كده مجردة من غير لا equal لقبليها ولا بعديها ولا اي حاجة خالص وادوس على enter هتلاقي كتب لك فعلا كلمة revenue last year وحتلقها موجودة بالإتاليك وما لايش اي تأثير خالص على اي حاجة يعني لو روحت خدت بعد كده ال pivot table وحاولت تتفرج على موجود جواه مش حالي اثر خالص للكلمة دي وممكن اكتب نفس الكلام تاني وليكن مثلا هنا وكنترول v بس بدلا last year مثلا اخليها yesterday وادوس على enter فكده انا على الاقل لما ارجع فاهم ان الجزء ده كنت نتكلم على السنة اللي فاتت والجزء ده حبدأ اتكلم على السنة دي ممكن مثلا اعمل ctrl x لده وي paste فوق ممكن اكتب هنا current year revenue وادوس enter فبقى عندي current year revenue ده revenue last year وهنا revenue yesterday بعد كده هتكلم على quarters وي month وكلام ده يبقى انا على الاقل سأقدر اعرف لما ارجع تاني للموضل كل section كان بيتكلم عن ايه بالزبط تعال نبدأ نعمل على quarter over quarter هستخدم فاهمنا ازي اعمل date add احاول نستخدم ها علشان نحسب التغير من quarter الى quarter فهنا هكتب اول حاجة خلاص تعلمنا ممكن اكتب comment فهكتب هنا revenue last quarter احساب revenue last quarter وهي حقف هنا واروح على formula bar ونبدأ نكتب مع بعض هسمي revenue وبعدين lq اختصار last quarter وبعدين نقطتين equal يال نبدأ نكتب اول حاجة مثل ما قلنا هستخدم معادلة calculate محتاج expression نفتح square bracket عشان نجيب measure عايزين revenue وبعدين comma ونبدأ نكتب الفلتر عبارة date add نختار calendar نفس الكلام بالزبط نختار calendar ونختار column date number of intervals 1 عايزة ارجع خطوة واحدة للخلف ولكن مقدار الخطوة دي هيكون quarter نفس الكلام q a طول كلمة quarter لو اخترتها يبقى فاهم انت محتاج ترجع لورا 3 شهور من اي تاريخ انت مختار جوة pivot table هعفل date add وهاعفل calculate and enter and measure جديد ممكن برضو اعمله number formatting مفيش مشكلة متعالة نحسب التغير على طول في cell اللي بعديها على طول هقف عليها واروح formula bar وابدأ احسب التغير من quarter ل quarter اللي قابله فحسميه variance vs lq اختصار لlast quarter وبعدين نقطتين واق وإكوال عشان اجيب measure هفتح ل revenue minus square bracket تاني revenue last quarter وادوس enter كل اللي عملته طرحت revenue من revenue المقابل لي من ثلاث شهور او من مسافة quarter نفس الكلام نديره على طول number formatting وآخر حاجة عايز التغير quarter over quarter او نسبة التغير هاختار السل اللي وراها على طول ويجوه formula bar هبدأ active q o q او quarter over quarter نقطتين واق واق هستخدم معادلة divide كنا استخدمناها مع بعض المرة اللي فاتت ولازمة معادلة divide ان انا بقدر اقسم النتيجة فيها error طبعا error بيكون ناتج عن dimmerator او المقام يكون صفر لو اسم على صفر يديني على طول value بديلة فقدر نفس المعادلة على طول اختار value البديلة في حالة error او الاسم على صفر فالنمرator او الاختيار او الرقم التي تضع فوق الرقم التي تضع فوق في الحالة سيكون variance لسه مع بعض اختاره وبعدين كما هاقسم على ايه في المقام الديينيريتر هيكون ايه هيكون حضراك هو revenue تاعة last quarter نفس الكلام ده major هفتح square bracket وبعدين اختار revenue last quarter وبعدين كما هديروا القيمة البديلة او alternate result في الحالة دي هتكون المعادلة اللي اسمها blank وقلنا معادلة blank دي بتدي value blank يعني جاب لي اهو نسبة مئوية من formatting عايز percentage هيقول لي 6.79 ممكن اصغر واحدة decimal place كفاية واحدة بس كده خلاص quarter over quarter بقت جاهزة ممكن ارجع تاني او على طول من هنا pivot table او لو سمحت عايز pivot table ونفس الكلام هقول existing worksheet ونختار مع بعض المكان هروح على quarter over quarter ونختار اي حتة هنا ونقول مرة تانية pivot table 3 carried ممكن اروح هنا على طول ودير اسم وليكن Q over Q ودوس على enter وتعال نعمل على طول ال report مع بعض خد بالك عشان هنا ممكن هنلاقي challenge وفي ناس سألتني عليه بعد الفيديو اللي فات وتعال نحاول نعالجه مع بعض انا محتاج quarter over quarter ومحتاج revenue تعال اول ناخد revenue طبعا اول ما هدوس عليها هيروح ال value على طول بعد كده revenue last quarter تعال ندوس عليها على طول وبعد كده ناخد quarter over quarter ادي كل ال values اللي انا محتاج جوه ال pivot table تعال نروح على calendar ويم calendar هروح على more fields ومتعال اختار الشهر وحطه في ال rose بص هيقول لي this query did not run انا مش عارف data model cannot be accessed مش قادر access data model فيه error فيه مشكلة قال لك والله ال query مش عارف مالها عنده مشكلة ايه المشكلة انا هنا بقول لو سمحت ارجع لي quarter اللي قبله ارجع لي ثلاث شهور بس لو ديته شهر بس ديته النهاردة شهور بس وانا عندي سنين انا عندي هنا اربع سنين فمش عارف يعملها ازاي ارجع ثلاث شهور وانت مش محدد لي مثلا ده شهر مارس 2016 ولا 19 ولا 18 ولا 20 هعملها ازاي فانت هراجب تطلب منه حاجة ما ينفع عملها مش عارف يعملها فما ينفع اديره في الحالة دي اديره شهر من غير ما اديره سنين يبقى اول حاجة لازم اديره السنة لو عملت سنة انا مكنش عندي حاجة قبل 2016 بعد كده التلاث شهور اللي بعد كده هتلاقيه راجع تلاث شهور ابريل راجع جاب لك جان وبعد كده ماي راجع جاب لك فابوري وبعدين روحت على جون جاب لي مارش وهكذا ولو حبيت بقى شوف المنظر يبقى لازم اروح على تاني تعالي نرجع مع بعض ونروح على لو تفتكر كان فيها اسمها date hierarchy حتى ايها موجودة تحت هنا كان فيها السنة والشهر واليوم ممكن ازود عليها كمان القوارتر في date hierarchy ده وتعالي عامل right click وقول له add to hierarchy اللي هو date hierarchy هجيبوه تحت خالص في الاخر طبعا القوارتر اكيد قبل الشهر فمحتاج اعمل right click وقول له move up فهيطلعني خطوة فبعدين right click move up ثاني حيطلعني خطوة الفوق كمان فبقى عندي السنة تحتها quarter تحتها الشهر تحتها اليوم تعال نرجع ثاني على pivot table هو كده زبط نفسه خلاص ممكن اشيل دول خد بالك لو جيت اشيل السنة برضو هيامل نفس المشكلة لازم اشيل الشهر الاول لان اواجه نفس المشكلة بالزبط فأشيل الشهر واشيل السنة ممكن بعد كده بقى اخد ادتها ياركي كله واروح احطه هنا في الروز فجاب لي ادي السنين كلها لو فتحت البلاس دي هيجيب لك القوارتر اهو قدامه فاضي لان مفيش قابلي بس قوارتر 2 جنبه اهو قوارتر 1 ممكن لو حرك عايز تبص كده معايا ادي المليون لو عايز كمان ايام هتلاقي برضو نفس الكلام بيرجع لك الايام بترجع معاك يعني الـ 18500 بتاعت 1 اربعة جالك لست كوارتر في 1 اربعة هتكون هي هي بالزبط بتاعت ريفنيو بتاعت 1 1 2016 يعني لو فتحت هنا كده جانيوري هم هم نفس الـ 18500 نفس الكلام بالزبط هترجع مع بعض ونبدأ نحسب month over month ونشوف هتختلف في ايه بالزبط فهد برضو نفس الكلام هسمي ساكشن جديد في الحتة بتاعت النوت دي او الـ وحكتب revenue last month ودوس enter كتبها لك بالإتاليك ودي بقت كأنها نوت ابقى انا ارجع فهم الحتة دي بتاعت revenue last month ونتاعة نكتب الميجر مع بعض هعف جوه السل دي واروح على formula bar وابدأ اكتب وحسمي الميجر برضو revenue lm اختصار last month نقطتين واقول ومتاع نكتب calculate نفس الفومولا بالزبط expression محتاج الـ revenue هفتح square bracket عشان ادور جوه الميجر وهاختار الـ revenue تاني اختيار اعلم عليه بالازرق واعمل tab بعد كده كاما اكتب معادلة date add عشان ده الفلتر بتاعي فحكتب date add او من ايها بالازرق اعمل tab وجواها محتاج calendar وزي ما اتفقنا هاختار dates من جوه calendar interval نفس الكلام minus one وكاما منطقيا طالما لقينا في day وفي quarter منطقي حلاقي كمان month اكتب كلمة month وانزل تحت بالماوس اختار date add وبعد كده اقفل date add واقفل calculate وادوس على enter وما خبيش عليك نفس الخطوات بالضبط هي هعملها من اول number formatting لحد ما احسب variance وبعد كده ارجع احسب التغير month over month كده خلاص حرارك احنا عملنا المعادلة تاعة review last month واجبنا التغير من الشهر للشهر اللي واجبنا نسبة التغير اللي هي موجودة في month over month دلوقتي ممكن اعمل pivot table على طول اختار icon pivot table اقول existence work sheet وانا واقف month over month ممكن ادوس هنا عشان اختار sell وادوس على ok مرة كمان اعمل pivot table من pivot table analyze ممكن اديره اسم هسميه مثلا month over month اختار fields من all sales او من المجلس بتاعتنا اول حاجة محتاج revenue وناخد revenue last month وكمان ناخد التغير او month over month percentage change ومن الوقت ممكن ابدأ اشكل table بتاعي متاع نختار المرة دي بلاش date hierarchy لاني لو خدت كل يعني اليلي والكوارتر مع الشهر ما لهم ش معنى اوي انا محتاج month وممكن day ده اللي ممكن يكون ليه معنى لما يستغير من شهر لشهر يقيم على مستوى الشهر يقيم على مستوى وحدات اصغر اللي هي الايام فتعال مثلا نروح على more fields وتعال نختار month ونضع في rose اه نفس المشكلة برضو لان انا مش محدد له انه سنة بقول له انا عايز تغير من شهر بس مش اخطار كام يبقى لازم الاول اختار سنة فممكن اجي اختار السنة right click ولو سمحت add as a slicer وخليها هنا مش محتاجين نعمل formatting اوي المرة دي متاع نختار month برضو مش حيوافق يبقى لازم اختار سنة محددة ولتكن 2016 بعد كده اختار له الشهر كده اشتغل معاك مفيش مشكلة ممكن تختار زي ما انت عايز السنين ممكن تremove filter مش حيوافق برضو لازم تكون دايما مختار سنة محددة ممكن تاخد الايام تحطها تحت الشهور اذا انت حبيت تبص على التغير يعني تاخد اليوم واليوم المقابل في الشهر اللي قبله هيكون برضو بالنسبة لك حاجة مش بطالة ولو حبيت تقفل المجموعة كلها ممكن تقف على january هنا ودوس على الزوار ده فبقى عندك اهو التغير الشهري وممكن تختار بالسلايسر اي سنة حدتك عايزها نرجع تاني على power pivot ويندو علشان نعمل اخر measure النهار ده هنعمله مع بعض نفس الكلام هنستخدم نفس formula او نفس function اللي اسماها date add المرضي هنحسب week over week فحسمي revenue بتاع last week محتاج اجيب الاراض بتاع الاسبوع اللي فات عشان احطه جنب الاسبوع ده وابدأ اعمل نفس المقارنات فبرضه حكتب note زي ما اتفقنا هديك شايف بتأسينها بشكل جميل كل section بقيت عارف بتكلم على ايه بالزبط وتعال نقف في sell اللي جنبيها ونخش جوه formula bar ونبدأ نكتب مع بعض وزي ما اتفقنا هدي اسم في الاول فبرضه هسمي revenue وبعد كده last week فممكن اعمل lw نقطتين وequal ومتاع نكتب مع بعض calculate وجوه calculate عايزين expression قولنا هناخد revenue باستمرار بعد ما اخدنا revenue محتاجين بقى احط الفلتر حيكون معادلة date add calendar واختار الكلوم بتاع dates intervals عايز ارجع one week عايز ارجع minus one وعايز اختار weeks تعال نكتب week ما عندي day month quarter لكن ما عندي weeks يبقى عايز ترجع week محتاج ترجع ايام بس في الحالة دي بعد اختار day حرجع تاني على minus one دي واخلي ها minus 7 كان يبقى ارجع سبع ايام للخلف كأني بالزبط بقوله ارجع دي يبقى نفس الكلام وانا بعمل على فكرة quarter over quarter ممكن استخدم month minus 3 نفس effect بالزبط quarter minus one وquarter هي بالزبط month و minus 3 طبعا حابيت اقول هي مختلفة شوية ما بتعمله minus one زي كل مرة المرة minus seven وتختار day تعال ندوس last week وكمان هنزود التغير من اسبوع الى اسبوع كده زي مرحك شايف انا حسبت الحزبتين التانين اللي هو التغير variance absolute variance عمارة عن فلوس قد ايه وكمان variance اذا نسبة او كpercent year over year شكله عامل ازاي نفس الكلام pivot table هاختار الايكون اعطول على pivot table هاختار existing work sheet وادوس على ok pivot table جديد من pivot table analyze تعال نسميه w o w week over week من all sales اعيز ال revenue وانزل تحت اخد revenue last week وweek over week change اه دي الحاجة اللي محتاجة كلها من revenue تعال نروح على calendar نفس الكلام date hierarchy كله ومش هيكون لي لازمة اوي اعتقد انا محتاج ايام مش محتاج حتى شهور مش هتعمل لي حاجة فممكن اخد dates ويه احطها هنا طبعا اخد بالك كام date تنزل تحت الغاية 31 12 2019 كتير اوي طب برضو حاجة انا محتاج انا محتاج ايام الاسبوع يعني انا لوقتي شايف واحد واحد ده طب انا مش عرف اذا كان يوم ايه في ايام ربنا وانا باص week over week بحبص على ايام غالبا يعني تغير من يوم السبت اللي قبل كان ازاي فمحتاج ايام الاسبوع اعتقد كانت موجودة معنيش مشكلة تعال نرجع تاني على data model ونروح على calendar زي ما انت شايف كانت موجودة day of the week كانت محسوبة قبل كده وانا بعمل calendar table فممكن اعمل unhide لها انا كنت عملاها hide عشان متعملش زحمة جوه calendar table فحقول unhide from client tool فهتلاقي الكتاب بتاعت بعد date فهتديك المنظر الغريب ده لكن لو روحت على design هتحسن report layout ممكن تختار show in tabler form فجاب هم لك جنب بعد add التاريخ واد الاسم بتاع اليوم friday saturday وهكذا طيب محتاج بقى اقلب تعال نحط ه يمكن الموضوع يبقى ضريف شوية فهعف كده على date وعمل رات وقاله add as a slicer بص نفس المشكلة ما انت slicer صحيح شكله حلو بس انت هتنزل بقى كل ده يعني قصة كبيرة جدا فحتى slicer انا شايفه صراحة يعني ما هوش حل ظريف احسن حاجة بالنسبة للdate وخصوص ان اشتغل مع تواريخ مش مع شهور او سنين يعني شهر او ومش هتلاقيه غير مع التواريخ فكده بقى عندك timeline في filter ده لازم اشيره الاول عشان اعرف اتعامل مع القصة دي فهعمل clear الفلتر وهنا هو شغال على شهور ال default بتاعه شهور فتعال مثلا وانا اقف على شهور ادي 2019 يعني بص timeline هه في السنة موجودة زهرة هنا وبيقول دي اختار اخر شهر فبقى عندك اخر شهر وممكن اغير الperiod اقول لا انا اريد الايام اظهر الايام فهذه الايام قدامك من يوم واحد لحد يوم 31 فسي مثلا انت عايز اخر اسبوعين في السنة فممكن اهو من 18 ل31 كده انا مختار ومتعلم عليهم اهو هتلاقي كلهم متعلم بالازرق وخبالك الظريف ان انت يعني ممكن اختار single day كده وممكن اجر لما تجر كده يختار ايام مع بعض فانا هجر لحد اخر السنة ههو لحد 31 هتلاقي التيبل بتاعك هو بيتغير معك وجاب لي بقى ادي اليوم واتدي التاريخ اليوم والتاريخ واتدي الريفنيو وريفنيو اللي زيه من اسبوع ويجي بالايام باستخدام التايم لاين بكده نكون وصلنا الاخر للفيديو لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة واسب لي تعليق وهتلاقي هنا لينك بتاع السلسلة من اولها اللي اسمها PP هتلاقي شرح الpower pivot من الاول خالص لو سمحت ارجع وتفرج عليهم كلهم كمان هتلاقي لينك لسلسلة الpower query ولينك لسلسلة الpower pivot tables ممكن كمان تستفيد بيهم وتتفرج عليهم من الاول فيهم حاجات مفيدة جدا وبتمشي معاك في نفس السياق بتاع الpower pivot شكرا جدا لوقتك ارجو كون استفدت وشرك في فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته